خلينا نقول لكم أنه على هامش النسخة الأولى لمنتدى رؤساء هيئة ترويج الاستثمار الإفريقية كمان شهد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي توقيع مذكرتين للتفاهم لتعزيز التعاود سواء مع دولة السودان أو مع دولة جنوب السودان وكمان حوال الفرص الاستثمارية وتسهيل الاتصال في مجال الاستثمار ما بين البلدين وكمان عقل الدكتور مدبولي لقاء مع الدكتور هادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار والتعاون الدولي السودان كان في حسام توجيهات دائمة من رئيس عبدالفتاح السيسي أن يكون في تعاون كامل مع الأشقاء في السودان ورئيس الوزراء التقى بهذه المناسبة وزير الاستثمار في جنوب السودان وقال أن سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتابع بصورة كبيرة تطور العلاقات مع جنوب السودان وبيواجه دائما ببذل كل الجهود لتطوير العلاقات وتلبية مطالب الأشقاء في جنوب السودان طبعا يعني أكيد الأشقاء في جنوب السودان عانوا كتير من فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي أثرت على أحوالهم المعيشية بشكل كبير دعم مصر ليهم اقتصاديا مهم وهو دعم دائم ومستمر الحياة دائم طبعا وخلينا نقول كمان أنه من اللاثة طبعا في المنتدى رؤساءات الاستثمار الإفريقية ويمكن زي ما طرح الدكتور مصطفى مدبولي كان مهم جدا أنه يتم طرح أفاق الاقتصاد بعد كمان أزمة كورونا خاصة طبعا أنه مازال فيه تحديات بتواجه القرى الإفريقية خاصة لما يكون القرى بتعتمد زي ما قال الدكتور مصطفى مدبولي على فكرة السلع الأولية في حين أزمات زي أزمات كورونا بتتوقف حركة التجارة الدولية أو بتتعرق لبعض المخاطر أو التحديات وبالتالي كان هناك محاولة لفكرة التكامل والنمو وأنه يكون فيه قدر كبير من عدم الاعتماد فقط على السلع الدولية يكون فيه صناعات أساسية جوال القرى تقلل على طول من الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدول الأفريقية إذا ما حدث حدث دولي قد يؤثر مرة أخرى الحقيقة نقافة أفريقيا فكرة التصنيع يعني المواد الخام موجودة في أفريقيا فكرة تصدرها ورجوعها لسلع أكيد بتكلف المواطن الأفريقي إن هنا نوصل لمرحلة التصنيع هذا أكيد درس من الدروس المستفادة لجائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر